بيانت أراء نواب الشعب حول مشروع قانون الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بغاية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس حيث أكد عدد من النوع أهمية هذه الاتفاقية في تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية من خلال إحداث مواطن شغل للشباب إلى جانب ضرورة الاستثمار في هذه الاتفاقية لتسري نسق المشاريع المعطلة المتفق عليها في إطار التعاون التونسي القطري ومزيد العمل على تطوير نسق الاستثمار بين الجانبي لتحسين الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي لا بد من ضخط دماء جديدة في شكل استثمارات وفي شكل صناديق عملاقة ضخمة قادرة على أنها تقدم إضافة تنموية وإضافة اقتصادية للدولة التونسية لكن يبقى أن تكون هذه الصناديق وأن تكون هذه الاستثمارات وهذه التمويلات راجعة بالنظر إلى سيادية الدولة وإلى المخططات الوطنية الاتفاقية ستدفع من خلال التمويلات المرصودة بالصندوق نحو تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية المهمشة وذلك من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي المعطن عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا في المقابل اعتبر بعض النواب أن هذه الاتفاقية تتضمن عديد الإخلالات خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لصندوق قطر للتنمية والتي قد تمس من السيادة الوطنية واستقلالية القرار وفق قولهم مكن الصندوق هذا من امتلاك العقارات ولم يقع استثناء العقارات الفلاحية فكل الخوف أن يقع اعتماد النقطة هذه في الاتفاقية ويقع تملك الأراضي الفلاحية التحفظ الثاني على بإمكان الصندوق هذا أن يعمل شراكة مع أي جهة تونسية أو أجنبية من غير الرجوع إلى الدولة التونسية برشة كلام قادي تقال مغلوط الحقيقة برشة أحاديثة على أن صندوق هذا عنده الإمكانية باش يمتلك أراضي فلاحية هذا من غير المقبولة لخطر نحن نرجع للنصوص القانونية التونسية وأنه إذا كان نفرضوها المحامي وإذا العدل الأشهاد مش يكتب مخالف القانون من جمشيكون نفرضوه هو خالف القانون يجمو الترخيص من عند الوالي ثم يجمو التسجيل ثم يجمو الدفتر خانة ويجمو كل من الإجراءات هي للتقييد معنى في اللقاء من جمشيكون إنسان من غير تونسي يمتلك أراضي فلاحية وفي ردها على تدخلات نواب البرلمة بيّنت وزيرة المالية سهام البغدير نمسية أن الامتيازات التي تتضمنها الاتفاقية لا تفوق الامتيازات التي منحت لصناديق تنموية أخرى وأن تونس أمضت على العديد من اتفاقيات المقر راهوا السيادة الوطنية خط أحمر خط أحمر لا تمص هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من السيادة الوطنية وأحنا ما عنيش خيارات السنة يلزمنا نخدمو على الاستثمارات يلزم ترجع الحركية الاقتصادية يلزم ترجع نسب النمو مش للنسب اللقدم اللي تعرفوها أحسن من النسب اللي كنا نسجلوا فيها باش هذي بالعمل بدفع الاستثمار بإيجاد بإيجاد التمويلات هذا وساهمت قطر في تمويل عدد من المشاريع التنموية في تونس بحوالي 90 مليون دولار إلى غاية شهر فيفري الفارت وقد تعهدت في إطار مؤتمر الاستثمار بدعم الدولة التونسية بـ 1250 مليون دولار أمريكي منها 1000 مليون دولار وديع لدى البنك المركزي التونسي و250 دولار للمساهمة في تمويل المشاريع التونسية